مرحبا في فيديو اليوم سوف نتناول نص بين المدينة والريف لسنة الثانية ابتدائي من كتاب التلميذ أولا سوف أقرأ النص بين المدينة والريف غادرت سهاب المدينة باتجاه الريف ولما ظهرت لها القرية قالت إنه الريف الذي طالما حلمت بالعيش فيه يا أبي أهوى منازله الجميلة والمتباعدة عن بعضها لتفسح المكان للحدائق الخضراء أحب منظر الخرفان وهي في المرعة أسمع ثغاءها كأنها ترحب بكل زائر قاطعتها ثريا قائلة أما أنا فأحب حينا في المدينة لأن المرافق متوفرة كالمصرح والحدائق العمومية والمحلات التجارية قال الأب الريف والمدينة كلاهما جزء من وطننا الغالي يمكنكم الآن إيقاف الفيديو وقراءة النص من الكتاب على الصفحة 53 سوف أعيد قراءة النص والآن سوف نقوم بمناقشته بين المدينة والريف إذن عنوى النص بين المدينة والريف يبين لنا أن النص يتحدث عن مقارنة بين المدينة والريف غادرت سهام المدينة باتجاه الريف إذن ذهبت سهام من المدينة إلى الريف ولما ظهرت لها القرية قالت إنه الريف الذي طالما حلمت بالعيش فيه يا أبي تحدثت سهام مع أبيها وأخبرته بأنها تمنت لمدة طويلة طالما أي لمدة طويلة العيش في الريف أهوى أهوى يعني أحب وأرغب أهوى منازله الجميلة المتباعدة عن بعضها إذن كيف هي منازل في الريف المنازل في الريف متباعدة عن بعضها تجد منزل ثم مسافة ثم بعدها تجد منزل آخر لتفسح المكان للحدائق الخضراء إذن المنازل في الريف متباعدة عن بعضها وبين منزل ومنزل نجد الكثير من الحدائق والحقول الخضراء وهي خضراء لأنها تنمو فيها الأعشاب والأزهار وغيرها من النباتات أحب منظر الخرفان وهي في المرعة المرعة هو المكان الذي ترعى فيه الخرفان تأكل العشب الأخضار الطازج إذن سهام تهوى وتحب منظر الخرفان كذلك في المرعة أسمع ثغاءها الثغاء هو صوت الذي تصدره الخرفان وكأنها ترحب بكل زائر ذلك الصوت تصدره الخرفان دائما وكأنها تقول مرحبا لكل من يزور الريف تكلمت بعد ذلك ثريا وقالت أما أنا فأحب حينا في المدينة ثريا لم تتفق في الرأي مع سهام فهي تحب الحي الذي تسكن فيه في المدينة لأن المرافق متوفرة يوجد فيه الكثير من المرافق كالمصرح والحدائق العمومية والمحلات التجارية المصرح هو المكان الذي نشاهد فيه المصرحيات والحديقة العمومية هي المكان الذي يمكننا الجلوس فيه والتجول فيه والاستمتاع بالأشجار وعلوان الظهور المختلفة والمحلات التجارية هي المحلات التي نقتني منها الملابس وغيرها من الأغراض قال الأب الريف والمدينة كلاهما جزء من وطننا الغالي إذن الأب يخبر سهام وثورية أن المدينة والريف كل منهما هو جزء من هذا الوطن الغالي الذي هو الجزائر إذن المدينة لها مميزاتها والريف له كذلك ما يميزه وكلاهما جزء لا يتجزء من وطننا الغالي الأسئلة الآن إلى أين ذهبت سهام وثورية؟ ذهبت سهام وثورية إلى الريف كيف وصفت سهام الريف؟ نرجع إلى النص انظروا كيف قالت سهام وصفت سهام الريف وقالت منازله جميلة ومتباعدة عن بعضها وبينها حدائق خضراء كذلك تحدثت عن الخرفان وقالت الخرفان في المرعى تصدر ثغاءها وكأنها ترحب بكل زائر ما هي المرافق الموجودة في المدينة؟ نرجع إلى النص ونذهب إلى ثورية التي تحدثت عن المدينة فقالت المرافق الموجودة في المدينة المصرح والحدائق العمومية والمحلات التجارية كيف تحافظ على المكان الذي تعيش فيه؟ كيف نحافظ على المكان الذي نعيش فيه؟ نحافظ عليه بمحافظة على نظافته وتزيينه دائما وكذلك نحاول دائما أن نتخذ جزء من المكان الذي نعيش فيه ونخصصه للمساحات الخضراء نغرس فيه الأشجار والنباتات والأزهار فهي تزيين المكان وتعطينا راحة لما نكون متواجدين فيه إذن كذلك أهوى شرحناها مثلا أهوى قلت أحب مثال أو جملة أهوى مشاهدة الرسوم المتحركة لتفسح لتترك يفسح السائقون الطريق لسيارة الإسعاف يتركوا للسائقون الطريق لسيارة الإسعاف شكرا على متابعة هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم نلقاكم في فيديو آخر وإلى اللقاء